قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن فضح الممارسات الإيرانية يصب في صالح المجتمع الدولي وأضاف أن ما تقوم به إيران حاليا وتدخلها في شؤون عدد من دول المنطقة غير شرعيا للغاية وأشار ماتيس إلى أن إيران منخرطة بقوة في إبقاء بشار الأسد في السلطة على الرغم من ارتكابه مجازر بحق شعبه بما في ذلك استخدام أسلحة كيموية هذا وهاجم الوزير الأمريكي النظام الإيراني نظير دعمه لحزب الله اللبناني مشددا على أن ممارساتها تسهم في قتل أبرياء